بول بو تو ختم ہو گئ لیکن لكني اندر کی وار كب ختم ہوك کويني جانتا سلام عليك ورحمة الله بركاته كيف حالكم طيبين اقرار بي روبيو هندي ما دیکناها تونيشي كومنٹ ميك لنك هي دوريشن کا سبك لكي جيجا ورئي هي ويديو ميابكو هندي ما بي روبيو ملائقة اول شي يتكلم عن فيلم بوال بوال طبعا هذا الفيلم هو من انتاج نادية دوالة شركة نادية دوالة ومن اخراج نتاج تيوار اللي سوالنا فيلم دنقل سوال فيلم تشتوري وسوال قبل فيلم سوال بوتنات وايضا زوجتا بعد كاتبة معروفة ومخرجة ايضا هي كاتبة السيناريو لهذا الفيلم بوال من بطولة باروندهوان جان بي كابور ومعاهم منوج بهوا موكيش تيواري انجومان سكسينا بارتك باتشوري نخبة من المثلين الموجودين في هذا الفيلم الفيلم هذا معروف على منصة امازون يعني الفيلم مش متاح في السينما يعني مثل هذا الفيلم اللي كان عليه بوال بوال بعناتها ضجة كانت عليه ضجة صراحة قبل سنة ان هذا الفيلم كبير ومهم في بسيرة باروندهوان ومن اخراج نتاج تيواري ورح ينزلونها في السينما لكن هذه الضجة اختصرت طريقها على الشاشة الصغيرة على المنصات الرقمية طبعا سويت لقاء معاهم وتكلمنا في هذا الموضوع وانا ما حبيت اني اسأل هذا السؤال ساجدني سمعت هذا السؤال من ناس اخرين لماذا لماذا يا ساجد عرض هذا الفيلم على المنصة طبعا هو باع وربح من خلال هذا الموضوع وكيد له تفكير الخاص بان هذا الفيلم يمكن لا يصلح للسينما بالنسبة له ويشوف افضل ان ينعرض على منصة رقمية قد لا ينجح الفيلم في السينما ويمكن نجاحه يكون افضل عن طريق المنصة الرقمية هذا كان هو رائعه وايضا ان الفيلم يريد ان يعرض على اكثر من دولة في يوم واحد عن طريق المنصة الرقمية وهذا ايضا من الاشياء اللي فكر فيها بشكل جيد نتكلم عن الفيلم الفيلم يتكلم عن علاقة زوجية متفككة طبعا هي العلاقة متفككة من البداية نحنا عارفين من بداية المشهد الاول ان العلاقة راح تكون متفككة لماذا لان برند هون الشخصية اللي قاعد يلعبها الدور هذه شخصية ناس كثيرين موجودين في هذا المجتمع الانانية غير الانانية حب اظهار الذات الكاذبة يعني يقول حق الناس انا كذا وكذا وكذا هو اصل من الداخل ولا شيء لكن يتباهى فهو يتباهى بكل شيء حتى بزوجته اللي يزوجها يتباهى فيها لكن هو اصلا ما يحبها لانه يحب نفسه هذه الشخصية الانانية موجودة في هذا المجتمع وفي الطرف الثاني الشخصية اللي هي تريد تعيش رومانسية تريد تعيش حياة اسرية تريد تعيش مع انسان يحبها وتخيلاتها وخيالها واسع جدا فهي ما حصلت الا في هذا الانسان الكاذب اللي هو كان اصلا كاذب في نظر ان احنا كم جمهور لكن هي بتعيش مع هذا الانسان كاذب لكن ماذا سيحصل بعد ذلك الحين الموضوع هذا عادي قصة فكرة زوجين متختلفين عن بعض لكن من بعد الاختلاف هذا كيف ستكون العلاقة الزوجية بينهم ماذا سيحصل عند سفرهم الى اوروبا طبعا انت لو تشوف العلان الرسمي راح تشوف الحرب العالمية الثانية راح تشوف هتلر راح تشوف امور ثانية تستغرب تقول يا شو دخل هذا في هذا هذا هو فكرة هذه الفيلم بوال بانه كيف الانسان يتغير عندما يدخل في احداث قديمة وينسجم معها وفي علاقته الحالية بين الزوجين انا ما راح اتكلم وايد في تفاصيل لان لو تفاصيل تكلم فيها انت راح تتعقد من كلامي او انت راح تعرف فكرة الفيلم كاملة وراح يعني يروح عنك شيء مهم الا وهو المتعة في مشاهدة هذا الفيلم فلذلك انا اقولك شوف الفيلم وستمتع بنفسك فنيا نتيج تيواري رائع جدا في كتابة السيناريو او رائع جدا في اخراج السيناريو على الشاشة يعني هو يقرأ السيناريو وينفذه بسلوب جميل جدا بحيث انه كأنه يحاكيك القصة اول باول لقطة بلقطة كل لقطة في هذا الفيلم لها معنى لها مغزة لين نهاية الفيلم ما في شيء عبثي هذا شيء الجميل في نتيج تيواري نهايك عن موضوع انه هو يتحدى الجمهور الهندي والمشاهد الهندي بانه راح يجيب فكرة خارج الصندوق بحيث انه راح يجيب حرب العالمية مع موضوع يتكلم عن الهند يعني الهندي بيقول يا اخي لا مشو يخصنا في حرب العالمية الثانية اكيد راح اول ما يشوف الاعلان او اول ما يقرأ الفكرة اول ما يسمع الفكرة راح يقول هذا الكلام لكن هنا لا هنا راح يشوف انه نعم قدر يعني قدر المخرج يدمجني مع هذا الموضوع واندماج كان فيه تناصف وتناغم جاي جدا وهذا يكتب له المخرج صراحة نفس الاشتواري ايضا فيه موضوع انه اختياره للمثلين اللي في هذا العمل ما احد يقدر يعني يتخيل نظروند هون يمثل هاد دور ولا جانبي كابور جانبي كابور تعودنا عليها في الادوار اللي هي البنوتة البسيطة الحبابة اللي هي على قد حالها لكن تنحب سرع الشاشة هذه وهنا نسل شيء لكن هنا مختلفة انا راح اتكلم عن تمثيلها في هذا الفيلم وورندهون اللي تعودنا في اخر افلام انه يكون كوميديان يكون شوية اكثر يعني ترفيه هنا لا هنين رجع لنا بالنمط الجميل اللي شفناه في سويد هذا او شفناه في فيلم بادلا بور او ايضا في فيلم اكتوبر كممثل يعني انا دائما راهن على بورندهون اقول على المثل جاي جدا صراحة وبالفعل هو مثل جيد جدا بالرغم انه في بعض الافلام يمكن يعمل فيها اوفر لكن هو عنده اداة تمثيلية جيدة جدا هذا الفنان الفيلم رسائلة واضحة وكل شيء فيه واضح ما فيه يعني يعني مباشرة مباشرة لكن المباشرة اللي فيه ايضا لطيفة وجميلة بحيث ان الفيلم ينتهي مع الرسالة المباشرة فهذا هي هذا اسلوب نتيج تيواري تتذكر فيلم دنقل نحن فيلم دنقل عارفين قصة الفيلم قول ما نحضر الفيلم في السينما من الاعلان الرسمي ما في حد فيكم ما كان يعرف شو هي قصة الفيلم يتكلم عن الاب وبناته وبنت اللي بتصارع وبتفوز وهذا كلها عارفينها لكن كيفية التنفيذ وكيفية المعالجة الدرامية هي الاساس فهذا الشيء صراحة نديج تيواري قدر يعمله بشكل جيد وانا اهني أيضا ساجدنا دولا اللي انتج هذا العمل وكان عنده حس فيني ان ينتج هذا الفيلم لكن يا ريت لو كان الفيلم يعرض في السينما نتكلم عن تمثيل فاروندهون رائع فاروندهون يستحق ان يكون واحد من افضل مثلين لهذا العام لدوره في هذا الفيلم الحمد لله ان انا مسويت اللقاء معه وخلصت اللقاء خفت اني لو اتكلمت عن الفيلم وقلت شيء راح جمهوري قول لي انا جامد تأخر رفيو مالي واكيد ان تشوف رفيو مالي راح تتأكد ان الفيلم او الناس اللي شوف في الفيلم راح تصدق كلامي من كلامي الصح وتصدق ان كلامي الصح ان فاروندهون انه ادى اداء جاي جدا في هذا الفيلم تكرهه تكره هذه الشخصية يعني هذا شيء يكتب له يعني انت كرحته في هذه الشخصية اللي هو هذا الدور الاناني معناته هو ادى صح وتحبه ايضا في بعض اللقطات يعني ادى صح فانا عجبني صراحة فاروندهون في هذا العمل وهني وكذلك جانبي كافور اللي هي بالنسبة لي يمكن هذا أفضل دور لحتى الآن بين الخمسة أفلام اللي عملتها جانبي كافور في مسيرتها الفنية من هنا أنا أعتبر فيه انطلاقة مهمة في مسيرة جانبي كافور عن طريق هذا الفيلم ومن هذا الفيلم راح تحصل دوار جميلة ودوار مهمة كان دورها جميل جدا عجبتني أيضا عجبني أعتقد دور الأب اللي هو أبو فرندهاون باوا وكذلك دور الشخصية اللي هي الغريبة اللي تيجي معهم في الرحلة اللي هي في رحلة أوروبا هذا أيضا كان دورا كان جيد في هذا العمل اللقطات اللي صوروها في أوروبا كانت جيدة انسجامنا مع اللقطات وانسجامنا مع الحرب المئة الثانية وأيضا تأخذ معلومات وتأخذ كأنك في قصة تسجيلية كنت ما تتعرف عنها شي عرفت عن طريق هذا الفيلم هذا شي جميل صراحة بطريقة غير مباشرة طبعا أعطوك معلومات حلوة الفيلم ممكن 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 نوعا ما في بعض الأشياء اللي هي خلل أنا أسميها الخلل بسيط جدا الخلل كان ممكن يكون بحيث أن المباشرة زادت شوية نعم أنا قلت لكم المباشرة جيدة جدا من فكرة القصة الأهداف أو الرسائل بس الرسائل شوية صارت مباشرة في بعض الأماكن وايد يعني خلاص أنا عارف أنه لازم العلاقة الزوجية تكون طيبة بين الزوج والزوجة أيوة أنا عارف هذا الشي وأنا عارف أنه لازم في النهاية الأناني لازم يفكر في أهله أيضا ما يفكر بس في نفسه وأنا عارف أيضا أنه في الحرب هذه صار كذا وكذا أنا عارف هذا الشي بس أنه هنا شوية زادت زيادة الرسائل بعض الأحيان شوية تورط القصة وتورط الفكرة من الفيلم لكن على عموم الفيلم جيد جدا يستحق الإشادة وأن هذا الفيلم بلا ترد عطي ثلاثة ونصف من خمسة يستحق هذا الاهتمام وأتمنيت أنه كان ينعرض في الشاشة الكبيرة عشان نستمتع في أكثر وأكثر في السينما هذا كل ما الذي عن الفيلم شو رأيك في فيلم بوال اللي هي ضجة هل عمل لك ضجة هل عطاك اهتمام بأنك تشوف أفلام أخرى لنفس المخرج وأيضا المسجد المثلين مستقبلا شكرا جزيلا على المشاهدين بوال کی جو سٹوري ہے وہ ایک ایسی بولیں گے ہم دیکھیں سادھار یا کیا بولتے اس کو نورمل سٹوري نہیں یہ آؤٹ اوف بوکس سٹوري ہے پتا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو سٹوری لائن میں بولیں گے دو میاں بیوی ہے دونوں ایک ساتھ میں جیتے ہیں لیکن دونوں میں انبن ہیں کئی فلموں میں ہم نے دیکھی ہے لیکن اس فلم میں شروعات سے یہی بات دکھائی گئی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ورن دون کا جو مرتاو رہتا ہے اس کا جینے کا انداز رہتا ہے ایک سلفش انسان ہے وہ سلفش انسان کیسے شادی کرے گا اور جب شادی کرے گا وہ بھی اپنے ذات کے لیے اپنے نام کے لیے تو یہاں پر کیسا اس کا مرتاو رہیں گا اپنی بیوی کے ساتھ یہ یہاں سے اب کا وہ شروع ہو جاتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہونے والا اس کے بعد یہ بات اچھی تھی شروعات میں اور شروعات کے بعد اس کے بعد آپ کی دماغ میں جو جتنے بھی ٹریلر جو ٹریلر اس فلم کا دیکھے ہے یا اس کے ٹیزر بھی دیکھے کہ اس میں ورڈ ورڈ بھی ہے تو ورڈ ورڈ کا مطلب کیا ہے یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے تو بعد میں پتہ چل جاتا ہے فلم کے آدھے ٹائمنگ میں کہ کیا مطلب تھا میں اندر اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اگر ڈیٹیل میں اور زیادہ گیا تو تو آپ کا جو لطف ہے فلم دیکھنے کا وہ خراب ہو جائیں گے اس لئے میں یہاں تک روک دیتا ہوں لیکن میں بتاؤں گا کہ اس میں کئی میسیجز ہیں اور کئی گولز ہیں نیدش تیواری کو آپ کو دکھانے کے لئے ان کا کیا گول تھا کہ یہ دنیا میں آپ جیئیں گے سلوش کے طرح تو آپ اپنی دنیا اپنی زندگی مکمل نہیں کر سکتے تو آپ بھی اپنی لوگوں کو بھی دیکھو اور جو ہے آپ کی حصیت وہی آپ سب کو دکھاؤ اس میں کوئی پروبلم نہیں یہ ایک اچھا میسیج تھا فلم کے اندر آتے ہیں نیدش تیواری کی ڈیریکشن میں نیدش تیواری کی ڈیریکشن میں میں ہر بار رہی بولتا ہوں کہ ان کے ڈیریکشن میں ایک ہی بات بہت ہی بڑی رہتی ہے وہ ہے سٹوری ٹیلنگ سٹوری ٹیلنگ بہت ہی مشکل کام رہتا تھا ڈیریکٹر کے لئے پڑی ہوئی رہتی ہے کسی اور کے ساتھ ان کی بیوی نے یہ سکرپٹ رائٹنگ کی ہے اور وہ سکرپٹ رائٹنگ کو آپ سامنے on the screen کیسے دکھانا چاہتے ہیں وہی اندازے پہ جیسے کہ یہ لکھی ہوئی ہے یا پھر ایک ایسا اندازے پہ تاکہ بہت ہی سمپل ہی آپ کی دماغ میں آ جائے وہی سمپلنس سمپل سٹی ان کے ڈیریکشن میں ہے جو آپ کی دل کو جلدی چھو جاتی ہے یہ ایک اچھی بات ہے ان کی ڈیریکشن میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ ہر ایک ایکٹر سے ایک اچھا سا اچھا جو کیریکٹر ہے فلموں میں ان کے فلموں میں ان سے اچھا ایکٹر نکالتے ہیں اس فلم میں انہیں ورندھاون سے بہت ہی اچھی ایکٹر نکالی ہے اور جانوی کپور سے بھی ابھی جب لوگ بولیں گے ورندھاون اوور ایکٹر وغیرہ وغیرہ یا پھر جانوی ان کو ایکٹر نہیں آتی ورندوان بہت اچひئے ایکٹر ان کی اکتابر ان فلتا بلاپور سوmbre دھاغا یا اارا بالماذج انزفرب tracked ان کا ایکٹر بہت اچھی ہے اور میں جانتا ہوں ان کے پاس ایکٹر کا جذبہ ہے اور اس فلم میں اور زیادہ ہے اس فلم میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ ان سے نفرت کرنے لگیں گے ان کی سیروشنس سے نفرت کرنے لگیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بازی مار لیا اپنی ایکٹر میں اور ان کی ایکٹر بہت ہلا جواب تھی ابھی جانبی کپور بھی ان کا کچھ فلموں میں وہی ریپیٹیبل شاید کریکٹر آتا ہے لیکن اس میں جو ریپیٹیبل ان کا تھوڑا کریکٹر ہے کچھ فلموں سے کچھ الگ ہے یہاں سے ان کا تیک اف ہونے والا ہے کیوں تیک اف ہونے والا ہے اس میں انہوں نے ایک ایکٹرن کا ایسا جذبہ دکھایا ہم کو کہ ہم بولیں گے ارے سریدوی پھر سواف اس آگئے ان کی ایکٹرن بہت ہلا جواب ہے بہت ہی اچھی ایکٹرن تھی فلم کے اندر اور شاید زیادہ تر ان پہ یعنی اگر ان پہ سکرین پریزنس زیادہ نہیں تھا لیکن وہی فلم پہ زیادہ چھا جائیں گی شاید اگر ہم تولنے میں کریں گے وارن داؤن کا پریزنس شاید 80% ان کا 70% 60% لیکن پھر بھی وہ زیادہ چھا جائیں گی فلم کے اندر چھا گئی ہے فلم کے اندر باقی جتنے بھی رول ہیں بہت اچھے خاصے تھے فلم کے اندر فلم کا میسیج پھر سے بھولوں گا بہت ہی اچھا تھا لیکن ایک بات ہے کہ اس میں زیادہ تر جو میسیجز فلم کے اندر ہیں بہت ہی ڈائریکٹ وے میں تھے ڈائریکٹ وے میں یہ تھوڑا گڑبڑی کرتے کبھی کچھ فلموں میں اب بولتے ہیں کتنے بار وہی ریپیٹیبل میسیج آ رہا ہے تو اگر کم کیا جاتا تو ٹھیک ٹاک رہتا تھا میرے لئے ابھی بات آئیں گی فلم پرڈیکشن ساجد نادیڈ والا گرانڈ سن یہ فلم آپ نے اوٹی ٹی میں لا کر کیا اچھا کیا یا ورا کیا میں نہیں کہہ سکتا لیکن شاید ان کا بھی ایک کچھ ہے ان کے دماغ میں کہ یہ فلم اگر اوٹی ٹی میں ریلیز ہو جائیں گے پہلے تو پیسے بٹو لیں گے شروع سے تو یہ بات پکی ہے لیکن دوسری یہ بات بھی ہے کہ کئی لوگ یہ فلم دیکھیں گے یہ فلم جیرمینی کے لوگ بھی دیکھیں گے فرنش کے لوگ بھی دیکھیں گے اور انڈیا اور پاکستانی اور میڈل ایسٹ کے لوگ بھی دیکھیں گے یہ بات ایک ہی ٹائم میں یہ دکھانے کے لئے بہت اچھی بات ہے لیکن فلم سرما گھر میں بھی اس کا ایک الگ مزہ آتا ہے اگر یہ سرما گھر میں بھی آتی تھی میرے خیال سے اتنا برا بھی نے رہتا اچھا ٹائمنگ بھی تھا اور فلم بھی چلتی بھی تھی میرے خیال سے سرما گھر میں انیویز یہ فلم ایک اچھی فلم ہے اور میں اس فلم کو بے ججک دیتا ہوں 3.5 آٹا 5 سٹارز یہ میری ریٹ تھی آپ کو یہ فلم کیسی لگی مجھے پریز کومنٹ میں لکھ کر بتائے گا میں ضرور آپ کو جواب دوں گا تب تک لیے ملیں گے سرما میں اگلی بات سلام علیکم و برکاتہ